السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سوف نتعلم فيه كيف نرسم الرشمات بنفسنا بمسطرة ومقاسات وقواعد مبسطة شي حاجة ليس سهلة وبسيطة يعني بحل هاد الوردة فممكن ترسميها وغاد نتعلم رشمات آخرين إن شاء الله تعالى. في هذا الفيديو سوف نبدأ بها الوردة اللي شاهدتوا إن شاء الله وفي فيديو قديم سوف نختم معكم رشمات آخرين. سوف نأخذ مسترة وقلام بهذا الشكل. أول شي سوف نفعل خط هكذا. نضيف خط ثاني. نضيف خط ثالث. نحاول نضيف مقاد في الوسط. خط ثالث. نضيف خط الرابع. نضيف خط مثال هذا الشكل. إذا لم تكن من قد تعرف من أن تستعمل هذه المقادرة ، إن حتى نستعمل قائمة بأسفل. نضيف حانياً. نضيف خط ثالث. أدري نضيف خط ثالث. نضيف خط ثالث. نضيف خط ثالث. يريد خط ثالث. اطيقها سهلا لسهولة احضر هذه النقطة هنا وضع نصف سنتيمتر احتجاج نصف سنتيمتر احضر نصف سنتيمتر احضر نصف سنتيمتر احضر نصف سنتيمتر سوف نجمعها بحلها سوف نعطي واحد دائرة نحصل على الدائرة سوف نأتي من هنا ثلاثة سنتيمتر سوف نبقى ماشية من هذه النقطة إلى ثلاثة سنتيمتر إذا أردت وردة كبيرة فممكن أن نقوم بكثير ثلاثة سنتيمتر اردتها أصغر فإن نستطيع قليل من ثلاثة سنتيمتر يمكن أن نستطيع قليل غير قليل من صغر أو كبير فقط في المقاسات ممكن أن تكون نغيج و سنتيمتر أو سنتيمتر أو أكثر سوف نقوم بكثير هذا يمكن أن نستطيع قليل ثم يمكن أن نستطيع قليل من قليل فقد أردت قليل المرحلة الثانية هي 0.5 سنتيمتر المرحلة الثالثة هي 3 سنتيمتر نقوم بالخط نقوم بالخط نقوم بالخط نقوم بالخط الأسطيع نقوم بالخط نقوم بالخط نقوم بصفت الترق نقوم بصفت الترق اشترك هذا الخط سوف نقوم بمسحها سوف نقوم بمسحها ونقوم بمسحها من الأحسن يكون مقوس لا يكون مستطرحة ممكن أن نقوم بمسحها مستطرحة إذا لم أكن مستطرحة سوف نقوم بمسحة تقوم بمسحة للمły مفر سوف نقوم بمسحة انا اتمنى انكم تخدموا هذا الشكل وتعودوا بزاف لكي تدربوا عليه تولي تخدمي بدون ما تبقى يديري عبارات وميسترة ومقاسات نحن ارسمنا الوردة سوف نأخذ ستيلو ملون لا اقوم بخطوط لا نقاط لا اقوم بخطوط اقوم بسبب الدائرة هذا مهم ونحن اقوم بخطوط اقوم بفعل ارسمي المسافات لان المسافة ان تتعلمون ارسم نقاط ونقوم برمزة تستطيع التعليم لترسمي وردات الرشمات التي ستساعدك لترسمي وتترزي في نفس الوقت حلقة تقلبي على الرشمات لماذا في الأول كنت قلت لكم ترسمي بالقلم حاولي لا تضغطي لأنه لا يوجد خطوط غير قواعد كان بنيوا عليهم او كان قولوا الساس كان بنيوا عليهم مثلا لما كان انتهي كان المسحوب كيفما كنتشوفوا بحلقة كان حيدوا الآثار دي الأقلم رصاص وكان حتفضوا فقط بالوردة هاد الوردة قدرت تستعمليها بزاف الحويج سواء كنت تعلمي الرسم من أجل الرسم ممكن تتعلمي بها ولدات يرسموا وكانوا من هوات الرسم ممكن ترسمي بها على الزجاج ليس فقط للطرز تستعملها بزاف في الأشياء اه غادي نوريكم حتى شنو غادي ندلكم في الفيديو المقبل ان شاء الله كيف كتشوفوا الوردة ديالنا يعني بمجرد مقاسات ومستراء وقلام يعني شيء مبسط وسهل جدا وكنكم تقدروا تجربوه وان شاء الله غادي تنجحوا فيه اه انا نفضل انك ترسمي رشمات هكا ويبقى وعن تبقي محتفظة بهم ومن خلالهم تبدي تبساكر يعني في فيديوهات اخرى انا نتعلموا رسمو الورقان نرسمو غصن نرسمو وردات اخرين اه انا نريكم الوردة اللي غادي نخدموه في الفيديو المقبل ان شاء الله تعالى هذه هي الوردة اللي غادي نخدموها في الفيديو اللي بعد هذا ان شاء الله حتى هي تقريبا بنفس الطريقة يعني دائما مستراء ومقاسات معينة خطوط وكنمشي عليهم بوحد القواعد يا اما كنقوسو يعني كيبقى غير بعض الاختلافات يعني حتى هي سهلة وهد الوردة مطلوبة بزاف الطرس غادي تفيدكم ان شاء الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة